ألف لام صاد كتاب أنذل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنذل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا ظائدين والوزن يومئذ للحق فمن تقلت موازينه فأولئك هم المصلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خفروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبنيس لم يكن من الساجبين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظبي إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتننهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شبائله ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مدقوما مدحورا لمن تبعك منهم لأن جهنم منكم أجمهين ويا آدم السم أنت ودودك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من ثوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إن لكم عالمنا نعطحين فدلاهما بضرين فلما ذاق الشجرة ذبت لهما ثوآتهما وقفطا يخفصان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهتما ألم أنهتما عن تلكم الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحينا قالا احذقوا بابكم لباب عدو ولكن في الأرض مستقر ومتاعا إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري ثوآتكم وريشا ولدات التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبوى لكم من الجنة ينزعوا عنهما لباسهما لذريهما ثوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا ذينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسركين قل من حرم ذينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقيم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بقنه والإسم والبغي بغير الحق وأن تشركوا الله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأطينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليه فلا خوف عليهم ولا هم يحذرون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها واستكبروا عنها أولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنف في النار كلما دخلت أمة لانت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ردنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعفا ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فصل فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في ثم الخياق وكذلك نجزي المجرمين لهم جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وآمنوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا أصحاب أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزحنا ما في صدوره الغل ونزحنا ما في صدوره الغل تجري تحته تجري تحته الأنهار وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت عصر ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورد سموها أورد سموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأزن مؤذنين بينهم أن لعبة الله على الصالحين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها حوجا ومن بالآخرة كافرون وبينهم أحجاب وعلى الأعراف رجال يحرفون كل بسماه ونادوا أصحاب الجنة عن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا طرفت أبطارهم تلقاء أصحاب النار ودور فلا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا رجالا يحرفونه بسماه قالوا ما أغنى عليكم جمعكم قالوا ما أغنى عليكم جمعكم وما كنتم تفسرون أهؤلاء الذين أغسمتم لا يلالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف لا ليكم ادخلوا الجنة لا خوف لا ليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفضوا علينا من الماء وما دعا أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفضوا علينا من الماء أو من ما غزقة الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتقدوا إنهم نهروا ونائفا وضرتهم الحياة وضرتهم الحياة وضرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء أو منهم هذا وما تابوا بآيات ما يتحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم من هدى ورحمة هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم مما كانوا يحترون إن ردكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تطرعا وخفوه إنه لا يحب المحتجين ولا تفقدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وضمعا إن رحمة الله قريب من المحتجين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا تقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا ميت فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبط لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمي أبلغكم رسالات رب وأنفخ لكم وأعلم من الله الله وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم تخحمون فكذبوه فأنجينا هو الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمي أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوحي وزادكم في الخلق بصته فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجل وغضب أتجادلونني في أسماء ثميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا جابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأتل في أرض الله ولا تمثوها ولا تمثوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض فتتخذون من سهولها قصورا وتنحتون وتنحتون الجبال بموتا فاذكروا آلاء الله ولا تعسوا ولا تعسوا في الأرض مفتدين قال الملأ الذين استكبروا للذين استطعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قال الملأ الذين استكبروا منهم قومه للذين استطعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بنا أرسل به مؤمنين قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مثرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغادرين وأمطرنا عليهم مطرا فنظر كيف كان عاقبة المجرين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميذان ولا تبخثوا الناس أشياءهم ولا تفدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراق توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا وطائفة لم يؤمنوا فاصدروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكبين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من مطفيتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما ألا الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إنكم إذا لخافرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لن يخنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في القرية النبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبعثاء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والضراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدر الذين يرفون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين تلك القرى نقص عليك من أنبائها وما كانوا ليؤمنوا وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظف كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأخفل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عطاه فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر علي يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرضه وأخاه وأرسل في المدائم حاشري يأتوك بكل ساحر علي وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالدين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أنت يقي وإما أن نكون نحن الميطين قال ألقوا فلما ألقوا فحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بفحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأشكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلفوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال سخعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لنكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفتدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقنين قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصدهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأغفلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والطفابع والتمآيات والتمآيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقلنا منهم فأغرقناهم في اليمن بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستطعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارثنا فيها وتم استلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صدروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر وفأتوا على قوم يعرفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبريكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يثومونكم سوء العذاب يثومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم نيقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلقني في قوم وأصلح وأصلح ولا تتبع تبيل المفتدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أره أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكسبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاتقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولن ناس قط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال بئت ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استطعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت في الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفرني ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أقهم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المسترين والذين عملوا السيئات فمتابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رشيد ولما سكت عن موسى الغطب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يطهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لمقاطنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعلت سفهاء من الله إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة إنا هدنا إليه وعلى عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وفي الآخرة فتأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة فتأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الثورات والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائت ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأجدروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنذل معه أولئك أولئك هم المصلحون قل يا أيها النات إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماء والأرض الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويمين فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه 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 لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباقا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعطاك الحجرة فانبجتت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس نشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اذكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب فجة نغتر لكم خطيئاتكم سنزيد المحتنين فبدل الذين ظلموا منهم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيث بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خافئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم نفاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرثوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمتكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واق عندهم وظنوا أنه واق عندهم وظنوا أنه واق عندهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألفت بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلقنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخند إلى الأرض واتدع هواه فمثله كمثل الكلب إن تخلل عليه يلهف أو تتركه يلهف ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصوا في القصص لعلهم يتفكرون فاء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يطلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفطهون بها لهم قلوب لا يفطهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأناه بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء انفسنا فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجذون ما كانوا يعملون والذين كذبوا بآياتنا فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ولله الأسماء الخصنا فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طضيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيام مرتاها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيد لستكفقت من الخير وما مسني أكسوه إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إلينا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا طالحا دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أي شركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صادتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبضشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاء أكل ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالوقف وأعرق عن الجاهين وإما ذنذرنك من الشيطان نجم فاستعذ الله إنه سميع علي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لون اجتبيتها قل إنما أتبع ما ينحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنفتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ترجمة نانسي قنقر